باب للحنان أزرقين مختصة في التغذية والحمية بالرباط صباح الخير مرحبا وألف مرحبا وسادة وربما التغذية هي محور مهم من المحاول إن شاء الله اللي غن تكلمو طيلة الأسبوع وغن شددو وغن أكدو على بعض العادات سيئة اللي كنديروها في الإفطار دياننا في الصحور دياننا في العشاء دياننا في تغذية دياننا اليوم غن تكلمو على الوليدات اللي مقبلين على الامتحانات هاد الوليدات اللي كيمشي وصايمين الآباء والأم هاد كيبقوا مهولين واش هاد الوليد غادي كم النهار واش غادي كون يعني في كامل تركيز زيالو يعني مياه فيلم ياملكة تحت الورقة ديان الامتحان فكيفاش يعني الوالدين يقدروا يعني يواكبوا ولداتهم بتغذية صحية ليتبقى قبطاليهم وتعطيهم طاقة النهار كامل لنك كيما قتيل أخدي جان احنا كان لوقيتها هادي يوح لوقيتها ديان الامتحانات وحنا في الدروة ديان الامتحانات يعني جنايا لكيكمو في الاجهار اللي هو جسدية وكذلك بيهنين بسهر في القاربان يعني كي يطلب منهم كيفقد بكذلك كيف يبدي أنهم يفقدون بسهر مجموع من الأملاح المادينية وفي ذلك في تاني الناس تكشي لاشنا شنخصنا نديرو ماشي فاقت نتدنا وتال وقيتها ديان الامتحان يبقى يتكس يام ولا يومين قاعد كنوجده رسنا احنا هذا هو الغالش الكبير اللي كيبقى يديرو بسهر تالاميذ والالطلبة نغمال مو كتوجد تغذية ديانو مدة طاويلة ماتلا نحن عندما نتحانت باقلن 3-8-30 مناتو الاشهر ماتلا كيفقدت توجد نغمال مو ديانو تغذية ديانو مالا كنجهزو الجسم ديانو باش اننا قدري تحملناها لنجهود العطل اللي هو نجهود للجسدي اللي هو كبير بالزر باكر ماتلا بسكحنا فترة رمضان كيمبكنا عارفو فترة رمضان كي يكون الصيام طيلات اليوم يعني الجسم ما كنا عارفو ما كيمدوش من البواد الغيادة يحتاج لها النهار كامل. نعم. وسيخطف هنا في الايام الاولى. يعني الجسم ما كيكونش متعود على الصيام. نعم. كيبدي انه كيكون واحدة شوية العياء في يوم اه كدلك يحطش. نعم. كيكون واحدة الخومون شوية الايقاع كيكون بطيء الايقاع الجسم نعم. نعم. احنا هنايا مشيخ فقط انا اضرأي الطردية. نعم. الجسد يحويج اليوم مهمين جدا. اللي كيساعدوه لان هذا الطلبة يركضوا الزات من في حناس ديالهم وتكون عندهم واحدة قوة الاستيعاب اللي هي كبيرة. نعم. اولا تغذية. ثاني حاجة نوم. وثالث حاجة رياضة. ثلاثة الحويش. ثلاثة ديال الحويش اللي هما مهمين جدا. حيث نبيل الاغلاق اللي كيرتاكبها الطلبة هما انهم كيقولوا انا ما عادش نضيع الوقت غاد نبيلس نحفظ. وهكي يجي واحد العياء واحد مفاتيج انا ما قادرش مدل يستوعبكش اللي كيحفظه. نعم. كيبقى زيال راسه كيبقى كيحفظ. توطر. ابتدك توطر يعني كيلعب على النفسية. نعم. 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 يجينا واحد العياء. ضروري يعني العقل ما بقاش قادر على لكي الاجهاد. ضروري يرتاح. نعم. داكو. نعم. هذه نقطة ليه مهمة جدا. نعم. وساعدة ساعات نوع. انا في رمضان مينكيش انا نقوم ساعات نوع ثنية تسوية في الليل. طرح. يعني الليل قصير جدا. وكيجي الفجر ويضع الى غير ذلك يعني الشخص ما يقدرش انه يستني يجي السوية اليه كاملة. ولكن كيحفظ اليوم. اليوم تلابو المعار. نعم. يجينا الناس. نعم. ما يزيدش على ذاك الوقت. نعم. بالنسبة للرياضة. الحركة ضرورية ومهمة جدا. نعم. بالموارج بالإفطار يخرجوا وخي ديون ساعدة يلنشي. علاش لأنك مستعو. زينة. وكيجييب ليوم داك السترس. نعم. نعم. ما يكونو فيه? نعم. وفي الكرسين ديك الغوتينا بقاش ده انا في كتوبه كتوبة نعار كامل. نعم. 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 داكر. نعم. وان نزل التغذية. ايه. بنزل التغذية بالأغلاط اللي كيرتكبو هالوالدين ومانه فترة انتحانات. نزل بالميمكيب طالة لفوليداتهم. هالبيزات هالبريوات مقليين هالنطوكي الواليين اللي كيصبوا هالكستان قيامهم وشو تجاك يركضوا على المواد العنية والتهميات وكذلك النشوية. نعم نعم. عنا اللي كان كنتم هاد المواد الغدائية اللي غنية والتهميات والنشوية. الهضم ديلهم كيكون ياخدوا واحد الوقت ليهو طاويل جدا شي اللي كيدي انهم كيبقونه في المعدة واحد الوقت ليهو كبير وكيدي الى الخمول. نعم. بلصنا اننا كنساعد الأطفال دينا أو الطالب دينا كنصدقوا أننا كنجلوها الخمون اللي هو كبير جدا كما كنعرفوا بأن المائدة الرمادانية سوغطة دي المغاربة كتكون غنية بسعارة حرارية ومواد سوغطة مواد دينا غير صحية نعم لما فيهاش الفيتامينات والأمنح المدينية اللي قد في البداية أننا ما تكون تركز بزاف كنتقضوا بزاف دي هذه المواد الغذائية نعم كيفينما كنجيبهمش المائدة دينا كنجيبهم فقط دهون وسكريات نعم سعارة حرارية كيف ترى الطالب يرقراتوا ما قادرش أنه يحفظ نعم يرقراتوا أنه ما قادرش يحفظ نعم كنجيبهم كنصحوا الأمهات نعم نصحوا الأمهات في تحضير دينا واجبات دي الأطفال دينا كنجدوا لهم غذائي كنغاني بالخضار والفواكي نعم خضار والفواكي تركز عليها لماذا؟ كأنك تجملك كمياتها إلى المحمديني نعم وبنسبة فواكيه كدجيبنا كميات هاي دينا الفيتاميس نعم يعني الفواكيه كاملة كيفنا بغد تكون كدجيبنا الفيتاميس نعم الكميات كتختلف نعم الحواميك تيكون كميات الفيتاميس كتكون عالية نعم نعم دكار بانك هنا كيركزو كدلك على الحربة مشتقة مهم مهم جدا نعم لأيش مهم لأنني كيركزو بالزاف كان مقصو كميات كثيرة من الكالسيوم في الجسم دينا وكذلك البوتاسيوم والمانيليوم نعم الكالسيوم فيه كنجيبوه في حليب ومشتقةه وعليش هنا كنركز كذلك على الحليب حيث إن بعض الطالبة شنو كيديرو كيلتجقو منشطات حالش حال الكافيين القهوة مهم كيقولكوش أنا أنا من صهر أرى بنا أخذ القهوة مهم ومي كننا أخذ القهوة كنجيبوه معه الكافيين كلي كيدير براقة دي القهوة كيبقاه كيحفظه كيشرف فيه وحنا الجسم دينا نقص نحن نفوتيلي 300 ميلي جرام دي الكافيين في منها نعم إحنا إن باس الكافيين كتشبنا 200 ميلي جرام دي الكافيين نعم والكافيين كيما كنعفو كتسرع دقاية القلب نعم كيبدي توتر نعم يعني الطالب ما كيبقاش يقدر يركز نعم لأن السرعة الدمومية كتكون مشتة كثر من القياس كيقولي إيكسيتي نعم 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 يعني ما كيقدرش يركز نعم كين حاجة واحدة أخرى المشروبات الغازية نعم تهيا كيشربوهن الناس الزفر مدانس وخطوحنا في الحرارة وفصل الصيف يعني كي ياخدو مشروبات الغازية بكمية اليهائلة وكتجيبنا كذلك هي الكافيين نعم تهيا تهيا كتجيبنا الكافيين نعم بكيالش هي منشطة نعم نعم دكا وكينعزين لكم مشروبات الطاقية نعم وكذلك طالب الفترة تمتحانة تمام هذا كان يرجعونا بسلب لأننا لأننا كنا نخطينا من المنتيجة ليهي صحية يحتونا فقط نزائج ليهي سلبية نعم فغلاص من ناخدو هذه المشروبات الغازية الميلو ولا المكافيين والقهوة ولا كل شيء بكمية اليهة كثيرة نعم ندوزه ناخدو الحليب ومشتقاته الحليب ومشتقاته حليب ومشتقاته حكيم كذلك لفواكي الجفاء الفواكي الجفاء مهمة جدا لأنك تجيبنا مجموعة هائلة من الأملاح المدينية خصوصا البوتاسيوم وخصوصا المانيزيوم وحناك ما معروف جدا بأن المانيزيوم يساعد على ارتخاء العطالات وكذلك البوتاسيوم كنعرفه بأن فترة الانتيحانات كيكون طالب في وحده التوتور ووحده الخايف من الانتيحانات ويكون مع الصدر خايف إلى غير ذلك حلش نو كنديره كنعطوه الفواكي الجفاء اللي كتساعده على ارتخاء ارتخاء تماما ارتخاء وفي نسلوقت كديبنا واحدة كمية هائلة من السكرية اللي هي صحية جدا جسم دينا نعم لأن الدماغ يحتاج واحد كميات مهمة من السكاليات دكار الدماغ دينا يحتاج 240 جرام ديال غليكوز اليوم ومي اللي نجيبها نجيبها من فواكي الجفاء وليو أنا نجيبها من الكيكات والحلويات وليبي سكوي نعم وليبي سكوي نجيبها كذلك من نشويات على شكل خبز كاري نعم نعم فلسأنا من ناخد الخبز اللي كعطينا كذلك خمول للجسم دينا وما فيتها شي فائدة صحية دكار وكذلك نجيبها من فواكيه طيب نقطة اختارة مهمة جدا três يمكن أن الأم presente إلى الأطفال دراهم وليل طالبة ديالنا يشربوا الماء كميات مهمة من الماء ما بين وجبة الأفطار والصحور ما بين وجبة الأفطار والصحور هيك للأ أكيد أكيد يمكنه ما بين وجبة الفطور وجبة الصحور لأنه بعد الناس كي يصحبوه إليأخذوا الماء في وجبة الصحور هلا قد يقدروا إليهم الغارب مو tender تلك تكون يشربوا كميات هائلة من الماء في وجبة الصحور كانت تقلوه على المثال البورية ديالنا فنقطو كيكون تباول طيلة الليل نعم 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 وكيستفد منه للاحن شنو بلك غدا نكمله في نفس الموضوع وبغينا نتكلمو على هاد العناصر الغذائي كيفاش ممكن نفرقوها ما بين الوجبتين يعني الافطار والصحور بإذن الله كأننا نعطو برماجة برماجة إن شاء الله لتغذية الطلاب وتغذية التلاميذ أثناء فترات الامتحانات كنتمنوا النجاح الجميع للحنان يا ربي يامين شكرا لك خليناك على خير شكرا لك خليناك على خير